مستمرين مشاهدينا ومتابعينا وبرنامج ننصفكم مع العائلة العراقية الرائعة يعني اليوم إحنا ودعا نتجول بمنطقة الأعظمية شفتها الاستقبال الرائع من قبل أهالي هذه المنطقة وهذه الحارات وهذه الأزقة اللي عمرها يمتد أكثر من مئة سنة فارتقينا اليوم أنه نتعرف على هذه العوائل شنون عايشة شنون المشاكل اللي ممكن أنه تنحل مشاكل اللي تعاني من عدها ولحد هذه اللحظة ما لقوا لها حل وما لقوا لها أي علاج فاليوم عائلة لقتنا حقيقة مو إحنا اللي طرقنا بابها تحية علش أختي عزيزة ربي يحفظك أهلا وسهلا بكم منورتون والله يعني أنا أرملة من 2004 وهاي أولادي هم وربيتهم والحمد الله والشكر وعندي بناتهم أثنين هم خريجات بس لحد الآن والله يعني ما بدهم فرصة تعمل أو متخرجي يعني متعيني أي والله وحسا أم حميد هذا ابن حيدر المعواق حيدر عمره ثلاثين سنة أي والله هذا شلل دماغي شلل دماغي ومن الولادة أي من الولادة أي من الولادة أي من الولادة لحد هذه اللحظة اللي هو عمره جقل ثلاثين ثلاثين سنة موليد أربعة وتسعين أي والله أي والله أنت المعيلة إلى أبوين متوفي هو من ألفين واربعة أي والله وأنا شاء لمسؤوليتهم والحمد لله هم أمي وياي حياتها أمش ما شاء الله أي والله هلأ يوم شون الصحة رب يطيكم بالصحة والعافية يعافيك الله ويعني هاي من الخيرين ومننا ومنا وإلى الله يعني ده أشيط حيلي وده أسويهم بس البيت هذا إذا خاف لي روح يبيع الوقف وإحنا لنروح نشيل فمدى أقدر يعني على الإيجارة أقل شي خمسمية بس هو تقول غرفتين وهال بس هو ما يقول غرفتين كل شي ضايقة علينا يعني مو ما تتحملنا فما نقدر إحنا نأجر بخمسمية فمدى أعرف يعني ما صارنا مدى نعرف إحنا ما صارنا مجهول لحد الآن مدى أعرف يعني شي سوي الله يكون بالعون حميد حيدار 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 حينك حيدار شخ زين زين أنت تعرفني تحبني لولا عافية بوزأتي لك أروحي أنت زين هناك أنت الأب وأنت الأم الحمد لله والشكر الله يكون بالعونش 30 سنة هو على هذا الحال على هذا الوضع طيب يعني أنت وأمش بالبيت أي ساكنين وحميد بهذا البيت حيدار حيدار أم دانسن أم حميد أنت حضرتك بس هذه الغرفة وهذا مطبخ أي والله شاهد الله ها هو بالقاع وأني هنا أنا على القنفة صارنا سنين يعني هاي والله وهو واقع حتى المطبخ البارحة وإحجارة وقعت علي يعني أنا بعيدة شوي يا الله سترنا أي والله رغم هذا راضيني بهذا المكان الحمد لله تتمنون أنه ما تطلعون من هذا متعودين على المنطقة متعودين على الحارة على الجوار الإجارة المناسبة إلي الناس الطيبين هم يعني خالينا قاعدين على الإجارة المناسب أي والله زين هو على هاي العربانة أنا ذرد أعرف من عندش أم حميد شون حركته تنقله شلون ما يتنقل لا ما يتنقل أحطه على القنفة بس شي له وهي وهي يعني أمي توكله والدي توكله وأني أوكله وأي وأجيب لعربانة الثانية أحطه بوبا هنا بالحمام وأخسله ما يقدر يقعد ها ما يقدر يقعد لا لا ما يقدر يقعد والعفو يعني هي هاي حفاظات أشتري له كلها عليش أي والله يعني هو بس هو مصرف ومصرف طفل أي والله يعني احنا نعرف هاي الأمور الخدمية ممكن أن تكون مكلفة بنفس الوقت الدائمية أيها الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر هذا كلها بميزان حسناتش يا أم حميد الحمد لله والشكر أم في الحمد لله هو مؤمنين برب العالمين وقلت له وما إيماني برب العالمين يعني ما أعرف واحد يزهق يعني بس عم يمن أستغفر ربي وهي صلاتي وقرآني الحمد لله